يغيب عن ذهن كثيرين أن قائمة الأحكام والشروط التي نوافق عليها دون قراءة أي بند فيها تمنح الشركات حق بيع بياناتنا مقابل تسعير محددة وفقاً لستاتيستا يبلغ متوسط سعر المعلومة الواحدة المتعلقة بالحالة الصحية 26 سنة اللافت أنها الأعلى سعراً بين باقي البيانات إذ يبلغ سعر نقطة البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية 12 سنة إذا كنت خاطباً أو على وشك الزواج فيما تبلغ ثلاثة سنتات فقط إذا كنت قد تزوجت حديثاً أو مطلقاً أما إذا كنت تتوقع مولوداً جديداً فنقطة البيانات تساوي 12 سنة أما العمر والجنس فيساويان سنتاً واحداً فقط الشركة مثل ميتا ستتحول هذه السنتات إلى ملايين إذا باعت الشركة معلومة واحدة بقيمة خمسة سنتات ستكسب مئة مليون دولار أمريكي من الحسابات النشطة على منصة فيس بوك فقط حتى المئات ستتحول لاحقاً لمليارات بعد أن تتبع وتحلل شركات التسويق سلوك مالكي هذه البيانات وتقدمها لشركات أخرى متهمة بعرض منتجاتها وخدماتها على الملصة لا تتعجب إذا تكرر لك ظهور إعلان لشركة سفريات على فيس بوك إذا كنت تتابع حسابات تنشر محتوى عن السفر